بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضرتكم والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن ظاهرة التواء ثمار الخيار أرض التواء ثمار الخيار كتير مننا بيجمع الخيار ولما بيجمعه بيلاقي الثمرة ملتوية ولما بتكون الثمرة ملتوية فبوديها السوق للأسف بتبقى ظروفة مش كويسة أو غير منافسة على أسعار كويسة في السوق وبالتالي المزارع بيخسر كتير من القصة ضهية يا ترى إيه السبب؟ إن شاء الله تعالى بنذكر ست أسباب للقصة ضهية وقد يكون أكتر فاركز معايا واسمع الفيديو للآخر وريد حضرتك تعمل شير ولايك للفيديو دهوت علشان غيرك يقدر يستفيد لأنه والله النهاردة في حد يقول لي أنا أول مرة أشوف الفيديوهات بتاعتك يعني وعجبتني جدا قلت له سانكيو يعني ولكن أنا شغال من 2017 يعني تمام فنشد حلنا شوية علشان أكبر قدر من الناس يستفيد شكرا لحضراتكم ونبدأ على بركة الله أول حاجة التربية القرية أو إنك مربتش الخيار صح بمعنى إن إحنا على العقلة الأولينية وإحنا في البيوت المحمية تمام طبيعي أول جمعة وتاني جمعة وتالي جمعة كمان بتلاقي الثمار ملتوية الالتواء دهوت بيكون طبيعي يا جماعة تمام ليه لإن إحنا أساسا بنسيب الثمار على العقل كلتها ما بنشدش فبالتالي الثمرة وهي بتكبر تمام وهي بتكبر تمام بعد عملية العقد وبتبدأ تنمؤ الثمار فبتلتمس بالأرض لما بتلتمس بالأرض الأرض بتبقى سبتة تحتها فبتضطر الثمرة إن هي تغير الاتجاه بتاعها الاتجاه بتاعها فينها تخرم الأرض وتنزل فيها لأ لثمرة فبتعمل عملية إيه التواء والظاهرة دي طبيعية جماعة الخير تمام لإن هي يعني بتكون في أول جمعة وتاني جمعة وممكن تالت جمعة تكون بسيطة بعد كده الأمور بتاعتك بتكون كويسة جدا طب إنت ما انتش عايز بقى الثمرة دي تيبقى من الأول قبل ما تطلع كده تنظف أول 15 سنطي من النبات الخيار وإنت بتربيه كده على الخط أول 15 سنطي و20 سنطي تنظفه علشان يطلع معاك من الأول وفي ناس بتنظف الست عقل بس احنا ما بنقولش كده احنا بنقول يعني 15 سنطي عايز يسيبه سيبه ولكن هو يعني ما تقلقش منه وإنت بتسوقه يعني ده اللي نقصده تمام يعني ما تلاقيه ملتوية الاتواء هنا طبيعي تمام دي أول حاجة تاني سبب من الأسباب ده هي تجمعها على فكرة الأسباب ديت ممكن حاجات منها بتحصل داخل البيوت المحمية وممكن بتحصل خارج البيوت المحمية للخيار المخصص للزراعات اللي هي الخارجية تمام؟ أو الحقول المكشوفة يعني وطبعا ده بيبقى في البلاد اللي الجو بتاعها كويس زي مصر وسوريا وخلافه يعني تمام؟ عندي تاني سبب من الأسباب ده هي إن قد يكون فيه زبابة ثمار القرعيات اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده فعلشان كده دايما أحرص عنها لأن هي أول ما بتاكل من جنب من الجناب الثمار بتبصت لألتوية أو هي أصلا ما عاش تنفع خالص تسوق أساسا فتاخد بالك من القصة ده هي تمام؟ تالت حاجة ضع في التغذية انت ما بتغذيش كويس تمام؟ الثمار والنبات دهوت ماشي زي ما يكون فيه سيارة تمام؟ سيارة ماشي على طريق الطريق ده هو تماشي السيارة فيه بسرعة معينة وليكن 100 كم ساعة تمام؟ وبيحصل مطبفة بتهدي فيه تمام؟ لا هي التغذية نفس القصة وهو نبات ماشي نفس القصة ربما في يوم من الأيام تبصت لأي التغذية عندك مش منضبطة بيقتش ارتفع بيقتش انخفض السماد عندك غير كافي عنصر من العناصر زاد وقف العنصر التاني حصل تضد بين العناصر كل الحاجات دي وردة مش لازم انك انت أساسا تقولي والله أنا بغزي الصح انت بتغزي الصح ولكنك انت محتاج تدرس علم تغزية صحة والدقة فيكش كويس علشان تقدر تعمل توازي او بل انسما بين العناصر وبعضها تمام؟ فعشان كده دايما انا بوصي بقول يا جماعة الخير انت بتسمدوا اي نعم اه ارضي كويس ياريت تكملوا القصة دهية بسماد يكون سماد اه ورقي اه ان كان عناصر صغرى او عناصر كبرى الاثنين مع بعض كوكتيك كده وترشوهم عشان لو فيه تقصير في التسميد الارضي ينقدر الى حد ما يعني نلحقه او نسمى التسميد اه اه ورقي يحسن الظروف التغزية داخل النبات او مستوى العناصر الغزائية داخل النبات بعد كده لو انت الرأي عندك مش منضبط وخصوصا انك بتوقف الري فترات او بتعطش النبات اثناء فترات الجمع او ان النبات تعرض لاي موجة من موجة الجفاف سواء انك انت مروتش او كده فالنبات معروف ان هو هيجيب لك ثمار ملتوية تمام ليه لان اساسا اكتر من 95% من الخيار اللي انت بتكون هدية دي فهمية تمام طب المية مش كافية الخيار خلاص ساءت اخلاق القوم والخيار هيبقى مش كويس خلاص وهتلاقيه كله ايه ملتوي او هتلاقي فيه مشكلة بالنسبة لعنصر الكلسوم وعنصر الكلسوم ده اساسا مرتبط بعملية الري انت لو ما عندكش مية كافية هيظهر عندك اساسا نقص الكلسوم هتلاقيه مدبب من الناحية نحية الطرف الزهري او الناحية التحتانية من الثمار الخيار تمام نسيت اقول بردو يا جماعة في حتة التغذية دية بردو هي مرتبطة بالكالسوم والبوتاسيوم احنا اقولنا البوتاسيوم اللي احنا شرحينه المرة اللي فاتت دهيا تمام والكالسوم بردو اللي احنا نتكلم عليه دهوت تم هو انت عنده لو ما عندكش تغذية مش كويسة ما انت هتلاقي بردو الاشكال دهية اللي هي هتلاقيها لفة سواء من تحت او من فوق تمام الظروف الجوية عندك مش مناسبة الظروف الجوية عندك مش مناسبة خصوصا اخوانا اللي هم بيزرعوا خارج البيوت المحمية تمام الظروف الجوية عندك مش مناسبة ولذلك التلقيح عندك مش مناسب يعني ايه التلقيح مش مناسب يعني احنا متعودين على ان النحل العسل او اي حشرة بتاخد الحبوب المذكرة من الظهر من الأزهار المذكرة بتوديها للأزهار المؤنسة تمام طيب القصة بتتطلب ايه بتتطلب اولا الحبوب اللقاح تمام تكون كويسة وبتتطلب الوسيط اللي بين الحبوب اللقاح تهيت يكون كويس اللي هو عبارة عن ايه عن نحلة او الحشرات بس رقم واحد نحلة العسل تمام طيب النحلة دهوت المفروض يلتزم بعدد بعدد زيارات معينة كمان يعني هو بياخد من الظهر المذكرة بود للزهر المؤنسة حبوب اللقاح تمام قلناها 100 مرة تمام لازم يكون النحلة ده قوي ويهي ان هو يحدث زيارات للزهر ما بين الظهر المذكرة والزهر المؤنسة كذا مرة تمام عشان يتم التوقيح بصورة سليمة مثل لو تمش بصورة سليمة هيحصل عندك التواء في ثمار الخيار تمام دي حاجة تانية في حاجات بقى ايه مش ملتزمة ملهاش علاقة بيئة الوسيط يعني النحلة دي ملهاش زنب فيها زي ايه الظروف الجوية مش مناسبة طب الظروف الجوية مش مناسبة يعني يعني حضرتك الرطوبة العالية لو زادت حيب فيه لزوجة في حبوب اللقاح وبالتالي النحلة هيقد بسيط من حبوب اللقاح حبوب اللقاح في الوضع ده هو تمام مش سيلة او مش سهلة ان النحلة تشيلها وتقدها تمام لان فيه لزوجة لان فيه رطوبة عالية تمام فالنحلة في الحالة دي ملهاش ما عندهاش مشكلة يعني في القصة دي المشكلة اساسا في اللزوجة بتاعة حبوب اللقاح طوي لو زادت لو قلت بقى الرطوبة لو الرطوبة قليلة بقى اللي بيحصل حبوب اللقاح بتموت بتموت لان درجة الحرارة زيادة درجة الرطوبة فيه جفاف زيادة عن اللازم خصوصا في درجة الحرارة درجة الحرارة لو علت تمام والرطوبة فيه جفاف اكيد حبوب اللقاح هتموت فلما بتجتين هدين الايه الدنيا مش كويسة خالص وده بيحصل في البيوت الخارجية او في الزراعة خارجيا مش داخل البيوت المحمية تمام يبقى بقي لنا نقطة واحدة وهي دي بتعتبر مهمة او عامل مشترك ما بين البيوت المحمية وما بين الزراعات الاوبنفيل اللي هي او الزراعات العادية يعني الحقول المكشوفة تمام او الحقل زي ما بنقول تمام الا وهي الحشرات الساقبة المصر زي التريبس وزي الزجوب البيضة الحاجات ده هي بتيجي بس اخد بالك التريبس لما احنا بنشوفها واحدة هيقول للعرض بتاع التريبس بيبقى خربشة على النبات كده او بيديني اللون الفضل الكلام ده لو حصلت الاصابة والثمار كبيرة طيب لو التريبس بقى كتير والاصابة حصلت والنباتات لسه صغيرة ايه اللي بيحصل في القصدية لا اللي بيحصل في القصدية ان الحشرات ده بتاكل من جنب من جنب فبتبدأ السمرة لما بتاكل من جنب طبعا الجنبين ماشيين متوازين حطين متوازين جنب السمرة من هنا والجنب من هنا للتنماشيين طيب ايه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل حضرتك انه لما بيأكل من جنب الجنب التاني بليف عليه طبيعي يعني يعني طبيعي يعني احنا الاتنين ماشيين اه في خطين متوازين تمام واحد منا وقف التاني بلي فعلي تبص تلاقي حصلت اللفة تاعت الخيارة ديت واصبحت مشوهة وقصتها مش مزبوطة طب نوصي بايه في القصة دهية نوصي بالقاتي التربية من اول اه من اول حاجة يعني كون التربية عندك كويسة انك تكافح الحشرات كويس زبابة سمر الفكهة في الحقول الخارجية زبابة سمر القرعيات في في البيوت الخارجية تبقاش موجودة خالص التغذية تبقى مزبوطة ويكون في توازن ما بين العناصر وان احنا نكمل بالرش الورائي مية الري والري يكون في الموعيد بتاعته زي ما قلنا الري مرتبط رطبات كل جزئي بعملية امتصاص العناصر ما فيش مية طب انت هتشرب بايه انت معك برشامة عايز ساقطها برشامة حبوب يعني اي اي ربنا عافيكم جميعا عايز ساقط برشامة صدوع تمام ما فيش مية طب عايز تاقطها ازاي مش هينفع كذلك السمات موجود محتاج مية عشان نبات يمتصه تمام ضائف التلقيح سواء ان في درجة الحرارة العالية او الرطوبة المرتفعة او الرطوبة المخافضة كل العوامل ده هي او حتى في الرياح اللي هي بتعمل مشاكل ليه الحشرات ده كل دي تتعمل ليه مشاكل بالنسبة لعملية التلقيح وبالتالي الثمار عندك مش هتكون منتظمة وهيكون فيها التواء اللي كنت عايز اقوله في الفيديو دهوت معلش محبتش اطول عليكم طبعا الموضوع مايتقلش في في فيديو ولكن احنا يعني بنحاول نخفف على الناس ونجيب النقاط اللي هي مهمة علشان الناس تقدر تستوب احنا بنقول ايه شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة